تثبيت المحاضرين المجانيين في المحافظات كافة بموافقة مجلس الوزراء أيضا نتابع فمن أجل إنصاف المحاضرين المجانيين وضمان جميع حقوقهم وتقديرا لما قدموه من جهود طوال السنوات خدمتهم وبصفة تطوعية فقد وافق مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين المجانيين على الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في المحافظات كافة يعني كل شخص محاضر بغض النظر هذا التوجيه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في آخر اجتماع لهيئة الرأي وآخرين في داخل وزارة التعليم أكدوا بأنه كل المحاضرين اللي هم قبل هذا الموعد مولي رح يجون جدد كل المحاضرين هم مشمولين بعملية التثبيت وفي جميع المحافظات بغض النظر عن هذا من البصرة وذاكه من الأنبار وفلان من نينوى وأخونا من النجف بغض النظر فكل المحافظات كل المحاضرين أكون لجنة بالخبر الأول ذكرتها والخبر الآخر يتحدث عن عملية تثبيت المحاضرين من باب رد جميل لأنه أنتم تتوقعون في بعض الجامعات كانت هناك نقوصات كبيرة في الكوادر التدريسية والمحاضرين سدوها وأغلب المحاضرين هم حملت شهادات عليا وهم خريجين جدد يعني المعلومات خلي نقول عليها بعدها طازجة في أدمغتهم لما ينطيها ينطيها بكل قوة وينطيها بكل ثقة لأنه بعدها معلومات حديثة مستند على أبحاث حديثة وعلى معلومات جديدة فلما يقدمها إلى الطالب هناك الكثير من الوسائل الإضاحية لتوصل الفكرة لهذا الطالب بناء على ما تعلمه من مصادر جديدة معجل احترامنا للأساتذة والتدريسيين القدماء لكن الجدد أيضا بيهم البركة أنا لما أثبت المحاضرين الجدد اللي قدموا خدمة فعلية وسد وشواغر ونقوصات في عمليات التدريس والتعليم في الجامعات العراقية المفروض أن يرد لهم الجميل ورد الجميل كيف يكون بعملية التثبيت خصوصا أن أغلبهم صالت لس سنوات وأربع سنوات ونصف عقد من الزمن أتحدث عن خمس سنوات